تواصلت الأصوات المعبرة عن رفض إعلان النواية الذي بقعته الحكومة مع تل أبيب مؤخرا في مجلس النواب طالبت مذكرة موقعة من عدد من الأعضاء الحكومة بإطلاق سراح موقفين من النشطاء السياسيين وطلبت الجامعات الرافضين لإعلان النواية وشدد النواب على رفض ما جاء في إعلان النواية إضافة إلى رفض سياسة الأتقالات الموجهة ضد الناشطين